سهرات رمضانية مميزة تحتضنها دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المبارك وقد بدأت الدار أولى حفلاتها الرمضانية بحفل لفرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو صلاح غباشي في أجواء شرقية وطرابية أصيلة انطلقت على المسرح الكبير سهرات دار الأوبرا المصرية الرمضانية بحفل أحياته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وسط أقبال كبير من الجمهور طبعا سر الأقبالي النهاردة أولا فرحة شهر رمضان الكريم أولا ثانيا لما رجعنا تاني نعمل بقى احتفالات رمضان احنا كنا بقنا شوية متوقفين عشان طبعا الزروف اللي كانت بتمر بها البلاد كلها فدي مبدأين الناس بدأت الحمد لله تقول عايزين نرجع يعني أيام رمضان الجميلة وصهراتنا الحلوة والأوبرا بتعمل برامج جميلة في شهر رمضان كانت متوقفة فلما رجعت طبعا فرحت الناس يعني بينة جدا يعني والحمد لله احنا بالنسبة لفرقية عبد الحين نورة مقدمين برنامج النهاردة حافل جدا إن شاء الله يعجب كل الناس النهاردة عودت الروح الجميلة للأوبرا المصرية وللناس كلها بعد حفلات من زمان الجمهور يعني ما شافهاش أو ما حضرهاش بإذن الله برنامج الحفل تضمن مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين بالإضافة لمجموعة من أغاني شهر رمضان الشهيرة التي ارتبطت بالشهر الفضيل فرقة عبد الحليم نورة تأسست في عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نورة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة حيث تحظى هذه الأشكال الغنائية بإعجاب الجمهور خاصة خلال هذه المناسبات الدينية أحمد الحسيني التلفزيون المصري